أكد السيد رئيس الحكومة على أهمية مشروع إحداث السجل الفلاحي الذي سيساهم في تحسين أدوات القيادة في المجال الفلاحي وسيساعد على اتخاذ مختلف القرارات المرتبطة بوضع وتحيين استراتيجية التنمية الفلاحية وتحسين تنفيذها وتتبعها وأبرز السيد رئيس الحكومة أن هذا السجل الفلاحي الذي يندرج في إطار تنزيل مخطط المغرب الأخضر والاستراتيجية الجديدة المتمثلة في الجيل الأخضر 2020-2030 سيمكن من توفير قاعدة بيانات بنيوية حول الاستغلاليات الفلاحية وإثر ذلك تداول المجلس وصادقة على مشروع القانون رقم 80-21 بإحداث السجل الوطني الفلاحي قدمه السيد محمد صديق وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغبات وتتكون مقتضيات هذا المشروع من 19 مادة تتوزع على خمسة أبواب حول أهداف السجل الفلاحي ومضمونه وإجراءات تقييد الاستغلاليات الفلاحية في السجل علاوة على مقتضيات تدبيره وقد كان المشروع موضوع مشاورات واسعة مع مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات والهيئات المعنية فتم الأخذ بعلي اعتبار أثناء صياغته مختلف الملاحظات المطارة بشأن أو المطارة بعد دراستها كما كان موضوع اجتماعات مع اللجنة الوطنية لمراقبة وحمايات المعطيات ذات الطابع الشخصي بما يضمن تلاؤمه مع أحكام القانون رقم 0908 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي فالموضوع دين السجل الفلاحي واللي ساتق الحكومة هاد الصباح على القانون 21-80 كما جاف تصريح لسيد الوزير اللي هو قانون اللي كيعطينا الأسس وطابع الرسمي لاستعمال هاد الصجل الفلاحي اللي هو عبارة عن قاعدة ديال بيانات وديال يعني المعطيات حول استغلاليات الفلاحية ضيعة الفلاحية وكذلك المستغلين ديال ضيعة الفلاحية يعني الفلاحين فهو من قسم ثلاثة ديال الركائز عنا أولا القاعدة بنفسها يعني المعطيات واللي كتجي يعني بعدة عناصر وخصوصا الإحصائيات اللي كنقوم بها وكذلك التدبير ديالها عبر واحد نظام معلوماتي لكي يسهل يعني يستعمال ديالها وثالثا باش يمكننا يكون عندنا واحد طابع الرسمي فيما قلت لابد خصنا واحد القاعدة قانونية اللي هو هاد مشروع ديال هاد هاد القانون ليسات قتالي الحكومة هاد هاد الصباح فالأهداف من السيدين الفلاحي يعني من الأوراج اللي هي مهمة جدا واللي غادي تكمل يعني الأسوس والآليات ديال تنزيل السياسة العمومية بصفة عامة وحتى البلورة ديال السياسة العمومية في القطاع ديال الفلاح فعدة يعني أهداف هو وضع بعد قاعدة معطية خاصة بالاستغلاليات الفلاحية يعني الضيعات للإكسبواتيات والأغريكول واللي كيستغلها قاعدة لإعداد الاستراتيجيات والبرامج العمومية في القطاع الفلاحي عبر توفير المعطيات الضرورية تيسير الولوج إلى برامج تنمية الفلاحية شيء مهم جدا تشجيع الاستثمار الفلاحي تنمية سلسل الإنتاج التنظيم المهني وتدبير المخاطر والتأمين الفلاحي كذلك استشارة الفلاحية والمواكبة ديال الفلاحين والمستغلين الترميز ديال منتجات الفلاحية السلامة الصحية والآخرين فالهدف آخر مهم جدا هو غا يكون عندنا واحد المعرف رقمي واحد بالنسبة لكل استغلالية فلاحية غا يكون عندها واحد اليدانتيفيون اللي هو ثابت اللي ما كيتبدرش مهما كانت الوضعية دياله يعني القانونية ديالذيك الضيعة وحنا اللي كيهمنا هو العلاقة ديالها ديالك الضيعة مع المستغل ديالها لأن الهدف ديالنا هو تنمية فلاحية يعني هو استغلال الأمثل والأنجع للأراضي الفلاحية كذلك إعداد المؤسيرات الوطنية اللي كتعلق بالاستغلالية الفلاحية احنا كان عارفوا بأن القطاع الفلاحي كيمثل واحد عمود فقري في الاقتصاد الوطني ذو خسنا نضبطوا الإحصائيات خسنا نضبطوا يعني الأهمية ديال تأثير ديال إنتاج الفلاحي سنويا على الاقتصاد الفلاحي دونك تحكم في المواطيات وبالتدقيق ديالها هو شيء مهم جدا علنا التسير للاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية وهذا الورش الجديد اللي رحنا اشترعنا فيه هو تنزيل وتعميم الحماية الاجتماعية ونبدأوا بالحماية الصحية فخسنا يعني قاعدة ديال ديال يعني المواطيات الفلاحين وكذلك اشنو هما يعني المدخول ديالهم واشنو هوا هذوك اللي ترانش ديال المساهمة ديالهم في التغطية الصحية وكذلك التبسيط ديال الإجراءات المتعلقة بالخدمات المقدمة لفائة الاستقلالية الفلاحية وتجويدها لذلك تكون يعني الإعانة ديالدولة والتحفيزات ولجميع يعني مساطر الإدارية غادي يكون عندنا واحد تبسيط ديال هالمساطير علاش لنه غادي يكون عندنا واحد الرقم اللي هو وحيد واللي المعطيات اللي هي كاينة في السجيل ما ريبقاش نطلبها مرة أخرى يعني الفلاحة فهذا هو يعني هما الأهداف الكبرى والحد الآن عندنا القاعدة ديال البيانات موجودة هذه القاعدة كتعطينا واحد سعاد المليون ديال الهكتارات ديال الفلاحة اللي هي صارحة للفلاحة على الصعيد يعني الوطني وعندها مختلف يعني الوضعية القانونية كي أن أنا كنفضل على المجموع ديال ديال المساحة الفلاحية على الصعيد الوطني فيها ما هي ملكية فيها ما هي للدولة فيها الأراضي الجموع فيها عدة يعني يعني عدة وضعيات قانونية دونك سعاد المليون في المجموع وعندنا مليون وستمئة استغلالية فيلاحية يعني المستغلين الفلاحيين كي عملوا مليون وستمئة واحدة للتنمية وللإنتاج وعندنا كذلك دين وثلاثين مليون ديال رؤوس الأغنام والأبقار والمعيز وكذلك يعني الجمال ف يعني هذا السجل الفلاحي سيجعلنا نمشي بوحد طريقة ديال استهداف بالنسبة يعني المستفيدين من التنمية الفلاحية بصفة عامة وهذا في ما جاء في واحد السؤال هاتشيرها أولا الفلاح الصغير هو لغاية السفن ربما الفلاح الصغير في الجبل رغم ما يوصلش يعني البراميج وهذا وهنا يقبل ما نمشي يعني تنزيل البراميج ويكونوا عارفين بما كان فلاح في هذه المنطقة وهذا خصويت هذا مهم جدا كذلك المواكبة لهذا فلاح يكون عندنا يعني المعطيات ديالهم باش الاستشارة الفلاحية تكون عندها برامج مستهدفة وكتمشي لعند كل فئة على حساب احتياجات ديالها نفس العملية بالنسبة لإعانة ديال الدولة يعانة ديال الدولة كين عدة عدة آليات وكل استغلالية كل يعني فئة ديال الفلاحة عندهم يعني الاستهداد ولكن فلاحة هي استراتيجية ديال المخطط المغرب الأخضر والآن استراتيجية ديالجيل الأخضر هي فلاحة للجميع ولكن آليات على حساب يعني على حساب الفئات فإذن مزايا مهمة جدا وكذلك هذا الورش للتغطية الصحية اللي هو اللي كتعرفوا بأنه كيساهم واحترق مهمة جدا في التنمية البشرية وخصوصا في إبراز واحتبقى يعني متوسطة في لاحية واللي هو من الأسوس ديال الهداف الستراتيجية للجيل الأخضر ذوق هاد يعني السجيل غادي يسمحنا باش البرامج غادي تكون مستهدفة مستهدفة وكذلك تتبع والتقليم ديال المشاريع وديال البرامج شكرا الحواميض إحنا اليوم بدأ الحمد لله على هاد على هاد الأمطار لأنك تعرفوا بأنه مهما كانت تقنيات وتكنولوجيات وكل هاد الشي اللي وصلنا له باستعمال الماء بصفة يعني عقلانية والاقتصاد في الماء راه خصنا السدود ديالنا تعمر والحمد لله اليوم مع هاد الأمطار كتعرفها بلادنا في هاد الأيام الأخيرة واليوم راه عامة عامة يعني في شطر الشمالي وبدأت يعني الحرط راه بدا بواحد طريقة يعني واحد الواثرة اللي هي سريعة وصلنا تقريبا مليون وخمسمائة هكتار لمزرعا لحد الآن والأسبوع المقبل إن شاء الله غادي الواثرة غادي تساد وغادي نوصله إن شاء الله الهدف ديالنا ديال الربعات المليون فالحواميض راح نفع يعني في الموسم ديال الانتاج ديال الجنية ديال الحواميض ومن اللي بدينا حتى الحد الآن كانت هناك بعض المناطق اللي فيها صعوبة خصوصا ديال الماء ديال السقي ولكن بالنسبة للتسويق ديال الحواميض أولا تصدير هو في واحد يعني الوضعية اللي هي مهمة كانت هناك بعض الصعوبات بالنسبة للنقل اللي نزدت لالوجيستيك وهذا ولكن الحمد لله لحد الآن جميع المعطيات اللي كتجيننا بالمناطق ديال الإنتاج كان بيننا بين الوحدات كتتغلب واحد الصفة اللي هي والتي يعني ناجعة مؤشرة مهمة جدا وبالنسبة يعني الأتميناء في هال الظرفية ديال الإنتاج الأتميناء راح كتكون يعني كت يعني غرفية كان فيها تغيرات الظرفية ولكن الحد الآن ما عناش يعني شي أليرت ولا شي مؤشير يعني بالنسبة لهذا هالشي ديال الحوامي شكرا قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونه وفلاشين يوتيوب بارتاجي والفيديو ديرو جام وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي شكرا 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 اشتركوا في القناة